الحكاية هي تقدر تسميها حكاية وطن لو حبيت حكاية الناس ناس اللي حفرت قناة السويس بإديها بضوافرها يعني لو كان الرمل ينفع يعلم فيه شكل صوابع الإيدين بتاعة أهلينا أجدادنا اللي حفروا القناة من 150 سنة كانت هدبان بس احنا حفرنا في الرمل مش في الحجر فالناس اللي حفرت القناة دي جم بعد كده ولادهم أو أحفادهم سمي زي ما تسمي أمموا القناة دي علشان القناة دي بتاعة مصر بتاعة كل المصريين فأممنا القناة ودفعنا تمن التأميم غالي جدا خدنا قرار وطني عظيم بتأميم القناة 56 فكان هناك عدوانا سلسيا علينا والعالم أصبح بيتربص بينا ورافض تقوم لنا أي قومة ومن هنا كانت نكسة 67 اوعى تفتكر نكسة 67 كانت عشان المضائق ومش المضائق العالم ما كانش عاوزك تقوم عارف إن في انطلاق ما بيحصل في البلد دي تقوم انت تكسر شوكة هذا العالم الذي يتربص بيك في 73 وتكمل ييجي بقى جيل تاني يقولوا يا جماعة القناة دي قناة عظيمة بتاعة كل المصريين مش مجرد رفض مالي المسألة أبعد من كده بالنسبة لنا كلنا بالنسبة المية واربعة مليون مصري أحياء وبالنسبة لكل اللي كانوا عايشين من وقت حفر القناة بالإدين وفاس وغلق فنيجي تاني نقرر إن احنا هنعيد الملحمة ونحفر قناة موازية فنعمل قناة السويس الجديدة علشان واحد نزيد من فخر المصريين بأداءهم الزاتي بأدين وفلوس المصريين بجد هو حضراتكم نسيته إنه سيادتكم اللي بشهادات أو الفلوس اللي عملتوها شهادات قناة السويس مولتو حفر القناة السويس الجديدة ولا إيه هو حضراتكم نسيته إنه وقتها طلعت إشاعة اوعوا تشتيروا الشهادات دي لحسن بعدين مش هدولكم الفوائد فبدأت الفوائد تتصرف في موعدها خلي بالكو ده هيكلوا عليكو أصل المبلغ فلما الشهادة خلصت حضراتكم استرديتوا مبلغكم مبلغكم صح أنا بقولك بس بالحقيقة والأرقام يعني مش كانت مليارات وقتها أنا بقى معكد قاعد عمال بفكر هو يا ترى هل ترى البلد اللي حفرت القناة بأيديها والبلد اللي أممت القناة بإرادتها وبقرارها والبلد اللي خدت قرار إنها تحفر القناة أو تعمل قناة موازية لهذه القناة بتاعتنا تبقى جزء لا يتجزأ منها واتمولها بفلوس ولادها أصلا ويبقى علشان نكبر القناة نرفع الفخر بتاعنا لعنان السماء ونحمس نفسنا ونقول أي وهو وإحنا نقدر نعمل أي حاجة عشان حاولوا يقنعونا لسنين طويلة إن إحنا ما نصلحش الحاجة لا نستطيع عمل شيء لهنقدر نبني ولهنقدر نصنع ولهنقدر ندور القناة فدورناها وقت التأميم ولهنقدر نعمل زيها تاني فعملنا زيها تاني أنت بقى متصور أن بعد كل ده بعد كل ده هنبيع القناة يعني ادي لي عقلك أنت عاوز نشرح لك صح؟ طيب أنا هشرح لك بالتفصيل أهم حاجة ادي لي عقلك وبس أنا مش عايز قلبك خالص هنقعد هنا على الترابيزة وهنسمع بالمناسبة لما يعني هروح أعود على الترابيزة اللطيفة دي هنسمع بودانا الكلمة اللي قالها رئيس مجلس النواب المصري الدكتور المستشار حنفي جبالي وبالمناسبة دي واحدة من أروح الكلمات اللي أنا سمعتها في البرلمانين حلو؟ من بعد ما بدأنا جمهورياتنا الجديدة على طول عقب كشح الإخوان إلهي ما يرجعوا وعايز بس أفكرك بحاجة لطيفة قوي هو أنتوا فاكرين وثيقة قناة السويس اللي كانوا عاملينها الإخوان من 30 بند ولا لأ ما احنا بننسى والنعمة بننسى بس هنفتكر لما أبقعد على الترابيزة